تحت عنوان أغاريد عراقية وبحضور الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثل نظاري أقامت مؤسسة البصاء للدراسات والنشر أمسية شعرية للشاعرين مك النزال وحارث الأزدي في باكورة نشاط المؤسسة سمى لرأسك رأسي أيها الجبل كلاهما ببياض الثلج يشتعل أتيت أحمل آلاما وأدعية ولم يغب عن مآسي غربة الأمل ولست أنكر أني في مكابدة في غربة لم يغب عن وجهها الخجل في خاطر شوق ملتاع لموطنه وفيه ألف نشيج بات يعتمل ثم تل الشاعر النزال قصيدة سخر فيها من تبرئة إيران من إغراق العراق بالمخدرات ويل لنا من جارنا الملعوني لم يأتي منه الخير منذ قروني لم يأتنا إلا بشر فاتك وضلالة وكوارث ومنوني كل الشرور على العراق تفاقمت من جاره المدعو أرجنتيني ثم قرأ الشاعر حارث الأزدي قصيدة مفعمة بالأمل بالنصر وتبدد غيوم المحنة التي تخيم على العراق الآن يمانعني الضباب بغير حق وأنظر في امتداد الأفق شزرة تبدد شمسنا غيما وتمضي إلى كبد السماء تضيء نصرة أحلق في سماء الفكر طيرا ويحملني الهواء الطلق سقرا ويؤنسني القريض به اجتهاء لدى التنغيم في التفعيل تترا أقص حكاية مثلا عميقا ويسردها صغير الشأن نثرا وعن التشتت يوتيها الذي يلف العراق بعد محنة الغزو الأمريكي كانت القصيدة الثانية للشاعر حارث الأزدي سأسأل قومنا جمعا وفردا أيهنأ فاقد ذبحوا بلاده سأسأل كل من عاشوا نزوحا ترى هل أدرك الباغي عناده سأسأل والسؤال اليوم مر وأنكأ جرحنا أبغي الإفادة وأسأل موطني ما بال قومي تشرذ مجمعهم نبذ الإرادة وأسأل نخلنا يا نخل ماذا حقوفك شامخا وبلا قيادة أمسية البصائر الشعرية كانت فرصة سانحة لالتقاء عرد من الأدباء والشعراء العراقين والعرب الذين تقاسي أوطانهم نفس المعاناة والمأساة التي تمر بها البلاد العربية